السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في محاضرة جديدة في حربنا على السكري البنكرياس البنكرياس هذا ربنا سبحانه وتعالى خلقه حتى يستمر ويكون مدى الحياة يعني مثله مثل القلب مثل الكبد مثل الكلا المفروض ما يجي أي خلل أو عطب لكن أحيانا يولد الإنسان وهذا البنكرياس تعبان نهائيا يعني خربان لسبب أو لآخر ممكن يكون وراثي ممكن يكون من سبب آخر ممكن يكون تشوه خلقي زي الإنسان اللي بنولد مثلا وفي عنده مشكلة في أنفه أو في أذنه أو في يده فهذا يعني تشوه خلقي ممكن يحدث في الكلا ممكن يحدث في أي مكان ولكن إذا كان في البنكرياس معناه أنه هذا البنكرياس لا ينتج إنسلين يعني من ساعة الولادة الإنسان ما بنتج إنسلين البنكرياس عنده تعبان نهائيا وأحيانا بيكون إنتاجه ضعيف يعني كفاءته نصف الربع يعني حسب المقدار ومضطر الإنسان طول حياته يأخذ إنسلين ما بتقدر تعيش بلا إنسلين ليه؟ ما هو البنكرياس ما بيفرز إنسلين وإنت لما بتاكل بتحتاج الإنسلين حتى يعادل السكر في الدم فاللي عنده هاي المشكلة أنه البنكرياس تعبان لازم يأخذ إنسلين مدى الحياة هذا اللي بنسميه النوع الأول هذا النوع الأول بعيده بكرر النوع الأول معناه أنت مولود البنكرياس عندك تعبان أو في خلل معين 10% نقص أو 10% اللي موجود فيه و90% نقص 50% نقص هذا يسمى النوع الأول ما عداه كان في السابق يسمى نوع أول الآن ما بيصير الدكتور يقول لك يعني بعد يكون عمرك مثلا 40 سنة أو 30 سنة أو 20 سنة وتروح ويقول لك لا أنت صار عندك من النوع الأول هذا مسمى خاطئ لأنه النوع الأول فقط اللي ينولد والبنكرياس عنده منتهي نهائيا أو إنه فيه خلل أو عطب ياريت يكون الموضوع واضح وطبعا لأنه عضو مهمل طبعا البنكرياس أكثر عضو مهمل في كل الجسم يعني عادة الناس بتروح تفحص الكبد بتروح تفحص القلب بتروح تفحص المعدة القولون الكلا بس ما بتفحص البنكرياس ما في حدا نادر جدا يروح يقول للطبيب يفحص لي كفاءة البنكرياس إلا لما يكون اكتشف أنه عنده سكري والأمر يعني طال وقته وبسبب هذا الإهمال بيجينا السكر النوع الثاني وسكر الحمل هذا بسبب الإهمال سكر الحمل أو السكر النوع الثاني بيجينا بسبب الإهمال هذا الإهمال رح يأدي إلى أنه البنكرياس تتعب نهائيا لاحظوا معي نقولنا الإنسان اللي بنولد وعنده عطب أو عنده خلل في البنكرياس هذا بيكون البنكرياس رح يتحمل يعني رح يشتغل سنة سنتين ثلاثة خمسة عشر اتناعش لكن بسبب أنه انولد هذا الإنسان وفيه عنده خلل في البنكرياس هذا يسمى النوع الأول وبعدين بسبب الإهمال بيجي النوع الثاني أو سكر الحمل بعدين إذا استمر الإنسان اللي كان عنده البنكرياس السليم وصار عنده السكر النوع الثاني وصار يكثر من الأكل وما يتعف ويأخذ أدوية حتى لو كان يأخذ أدوية فإنت قاعد يتخرب البنكرياس أكثر وأكثر وهذا بصل للنوع الثالث الذي هو تايب ثري سي هذا بيصل للنوع الثالث إذا وصل للنوع الثالث معناته البنكرياس مات انتهى ما بنتج فقديما أو الطبيب لما تروح يقول لك أنت صار عندك من النوع الأول لا هذا اسمه الآن تايب ثري سي السكري تايب أو نوع ثري سي هذا اسمه هليب لما تسير البنكرياس معدومة نهائيا هذا النوع الآخر وعند هاي المرحلة راح تضطر أنك تاخذ إنسولين مدى الحياة يعني ما بتقدرش تتوقف عن الإنسولين وفيه سؤال لما عارفين أنه ما بيقدر نتوقف عن الإنسولين على الأقل فيه احتمال أو إمكانية أنه الإنسان يخفف أو يقلل من جرعات الإنسولين راح نشوف إن شاء الله مع بعض ممكن أو مش ممكن فيه كمان نوع من السكر اللي هو السكر المناعي السكر المناعي هذا كما كانوا يقولون زمان أنه جهاز المناعة عندنا يهاجم خلايا بيته في البنكرياس فبقتلها وبتعبها جهاز المناعة ولسبب غير معروف أكيد مئة بالمئة لغاية الآن غير معروف مئة بالمئة ما فيه أبحاث كاملة عنه هذا كانوا يسموه أيضا أنه هجوم الجهاز المناعي على خلايا بيته هذا أيضا كانوا يسموه النوع الأول كان هيك تسمى هسا صار اسمه السكر المناعي فيه السكر من النوع الثالث وكما تقول البحوث أنه هذا مرتبط بالزهايمر لكن ما فيه بحوث مؤكدة مئة بالمئة عن علاقته بالزهايمر وشو السبب هذا سبب هذا ولا هذا سبب هذا فالبحوث غير أكيد مئة بالمئة وما زال البحث مستمر وإن شاء الله أول ما نكتشف شيء عن هذا الموضوع رح نعمل عنه حلقة بإذن الله سبحانه وتعالى في نوع آخر اللي هو سكر الحمض الكيتوني اللي هو يطلق عليه اسم دايابيتك كيتو أسيدوسيس هذا برضو لسه ما زالت الدراسات فيه يقولون لغاية الآن الأبحاث تقول أنه هذا سببه ارتفاع اسبة الكيتونات لكن أيضا ما فيه بحث جازم حول هذا الموضوع ففي حلقتنا إن شاء الله وفي محاضرتنا اليوم إن شاء الله رح نتكلم أكثر شيء عن النوع الأول والنوع الثاني وسكر الحمل البنكرياس له عملين العمل الأول هو المساعدة في الهضم هذا بالتعاون مع الغدة الصفراوية أو المرارة وهذا مشروح بالكامل في فيديو السكر التراكمي بإمكانكم مشاهدته موجود في القناة في اليوتيوب العمل الآخر هو الحفاظ على مستوى السكر بإفراز هرمون اسمه ليكلوغا غون وهذا الهرمون بحفز الكبد على تحويل غلايكوجين يحولوا لبلوكوز وبرضو تنشيط تحويل الأحماض الأمينية أيضا إلى بلوكوز ويفرز هرمون آخر اللي هو الإنسولين اللي هو أهم شيء للسكري للحفاظ على نسبة السكر في الدم خلينا نشوف شو هو الإنسولين وشو هو عمل الخلية اللي أمامكم هاي فيها إشيء اسمه مستقبل الإنسولين الإنسولين عبارة عن مفتاح هذا عبارة عن مفتاح المفتاح هذا بروح لمستقبل الإنسولين بدخل في هذا المستقبل بفتح قناة الغلوكوز اللي شايفينها تحت قناة الغلوكوز هاي حتى يدخل فيها الغلوكوز السكر حتى يعطي الخلية طاقة السكر النوع الثاني بيكون الإنسان البنكرياس عنده أو الولد الإنسان والبنكرياس عنده طبيعي مئة بالمئة ما عليه أي غبار ولا عليه أي عطب أو أي تلف لكن هذا البنكرياس اشتغلوا تعب كثير زيادة عن اللزوم طيب قلولي شو اللي تعبه شو اللي تعب البنكرياس كان طبيعي مئة بالمئة و الله سبحانه وتعالى مصممه أنه يعيش معنا مدى الحياة مثله مثل القلب مثله مثل العيون مثله مثل باقي الأعضاء لكن شو اللي تعبه آه يلا قولوا صحيح صحيح التخبيص زي ما بسميها دائما التخبيص في الأكل هذا فطورنا وهذا غدانا وهذا بعد الغداء وهذا عصير بعد الغداء وهذا مش عارف إيش أثناء السهرة هذا اللي بيهلك البنكرياس هذا اللي بتعبه بنعطيه أكثر من طاقته يعني هذا مصمم البنكرياس طبعا هذا خارج عن موضوع الحلقة إن شاء الله راح أذكره لما نردكم باهرة الفجر أو ارتفاع السكر في الصباح هذا مصمم إنه يدير باله أو يتعامل مع خمسة غرام لثمانية غرام سكر في الوقت يعني هذا مصمم هكذا عندك خمسة غرام ستة غرام سبعة غرام ثمانية غرام بتعامل معهم هذا البنكرياس بيطمع الأنسلين وكذا لكن لما نعطيه إحنا ثمانين شو بدي يسوي بالعقل يا بالعقل هكذا فهذا بتعب كثير جذبة بنعطيه أكل وعلى فترات خمسة مرات كل يوم فالآن شو بيصير الخلية مليانة سكر بتبطل تفتح تتقبل هذا المفتاح بتبطل تفتح المستقبلات الإنسلين للمفتاح إنه يدخل فيها وبالتالي وين بروح لجلوكوز بيضل في الدم وهيك بيبين عنا إنه مستوى السكر في الدم مرتفع الآن بتتيجينا مقاومة الإنسلين شو معنى مقاومة الإنسلين إنه الخلية ترفض تستقبل هذا الإنسلين ما بدي إياك أنا مليان سكر روح شوف لك صرفة ثانية وبظل الجلوكوز داير في الدم طول ما احنا بناكل وبنزيد نسبة السكر في الدم خلينا بسطلك إياها يعني بشكل أبسط هذا البعص اعتبروا الخلية مصمم لأربعين أربع واربعين راكب مثلا خلينا نقول أربعين أربع واربعين راكب لما وصل لأربع واربعين راكب السكر اللي هو الركال وصل العدد لأربع واربعين خلص انتهى الموضوع بطل يستوعب يعني البعص مش رح يفتح لك الباب عشان تطمع راكب زيادة لكن إذا أجبرنا البعص وصيرنا نحط زيادة شماله يمين وفوره وقوط تحت وقاعدين وواقفين بيصير هيقى وضع الخلية اللي داخل الخلية ما تروس سكر واللي خرج الخلية هذا اللي موجود في الدم هذا بالضبط اسمها مقاومة الإنسولين وارتفاع السكر في الدم وهذا على طول المدى يعني السكر متخرب الطالع نازل مش مضبوط على حد معين زي ما قلت يعني مثلا البنكرياس بده يتعامل مع خمسة سبعة تسعة قول عشرة غرام من السكر في ذلك الوقت لكن احنا بنعطيه ثلاثين واربعين وخمسين فبتعب البنكرياس كثير والسكر بظل عنا مذبب ومن هنا يأتي شو اللي بنسميه احنا شو بنسميه أيوة النوع الثاني هذا هو النوع الثاني انت كنت سليم مئة بالمئة وبعدين بسبب الإهمال زي ما ذكرت صار عنا النوع الثاني ولما يجي لك النوع الثاني بتبدأ المشاكل الأخرى الكلة بيصير يروب على الكلة وبيصير عنا القلب كمان مشاكل الدماغ فيه مشاكل الأعصاب فيها مشاكل العيون فيها مشاكل وهلما جرر وبتضطر غصب عنك وعني لازم ناخد دواء غيره ما بنفع هيك 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 فهمونا لازم تاخد دواء والأدوية هاي ما بتنقص بالعكس بتزيد لأنها ما بتعالج هي عبارة عن بتخدرك لفترة معينة فيه واحد منهم بدو يطرد البول واحد منهم بدو يطرد السكر في البول واحد منهم بدو يحفز البنكرياس على إنتاج إنسولين أكثر وهي مصيبة لأنه جسمك مليان إنسولين وفيه أدوية ثانية برضو عشان تنظم لك الكلا يعني مشاكل فكل شوية بتصير تزيد هاي الأدوية لغاية أو لدرجة إنها بتصبح غير نافعة فبتضطر تأخذ الإنسولين ليش؟ لأنه ساعتها البنكرياس عجز على إنه يعطيك النسبة المناسبة لجسمك لكمية الأكل اللي أقلتها من الإنسولين فبتضطر تأخذوا جرعات يا أم 100 يا أم 70 يا أم 60 حسب الحالة اللي موجودة عندك أو عندك وطبعا الجرعات هذه طول ما أنت مش داير بالك ما بتنقص لا بالعكس بتزيد تبدأ بنوع واحد أو نوعين وأنا بتكلم طبعا عن النوع الثاني في هذه الحالة النوع الأول لازم تأخذ إنسولين للنوع الأول لكن كما سألت في الأول هل يمكن أو كما سألنا في الأول هل يمكن تقييل هذه الجرعات النوع الأول أو الثاني هل ممكن يقلل يعني النوع الثاني اللي بأخذ خمس مرات في اليوم مثلا إنسولين ممكن يصيره ثلاثة ممكن يصيره اثنين ممكن يصيره واحد واللي بيأخذ برضه من النوع الأول ثلاث مرات في اليوم ممكن يصيره نوع أو نوعين يعني ممكن تقلل الجرعة أم لا خلينا نشوف وخلينا نشوف قديش ممكن تقلل لجرعات وإيجابتي على هذا السؤال واضحة وذكرتها كذا مرة نعم بإمكانك تقليل جرعات حقا للإنسولين نعم 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 بإمكانك وبإمكانك تقليل جرعات حقا للإنسولين خلينا نشوفها مع بعض ونتفكر ونتدبر بالعقل والمنطق والعلم خلينا نشوف الآن أنت أصلا أو أنت النوع الأول أو النوع الثاني ليش بتاخد جرعات الإنسولين من الأساس النوع الأول أو الثاني أنت ليش بتاخد جرعات الإنسولين الجواب واضح الشخص بيأخذ جرعات الإنسولين عشان يمنع ارتفاع نسبة السكر ويظل السكر مضبور صح تعطوني إشارة صح شخص بيأخذ الإنسولين عشان يحافظ على مستوى السكر وما يرتفع السكر تمام وشو اللي برفع لنا السكر الأكل صح يعني إحنا إذا ما أكلنا ما فيش ارتفاع سكر يعني ما فيش حاجة الإنسولين مظبوط صح ولا لا إحنا بناخذ يعني معظم الناس بتاخذ الإنسولين يا أما قبل الأكل يا أما بعد الأكل إذا ما أكل ما بتحتاج الإنسولين فالآن خلينا نسأل شوية أسئلة إذا غيرت نوعية الأكل يعني بدل ما تاكل بطاطا وشبس وهمبورغر تاكل مثلا خضار بامية مثلا باللحمة مع شوية أرز مطبوخة على الطريقة الصحيحة هل بتخفف حقن الإنسولين ولا لا هاشتقل الإنسولين بتخف ولا لا هاي واحد ها شو رايكو إذا غيرنا نوعية الأكل إذا بطلنا نأخذ نشويات ونشرب جنبها بيبسي ومش عارف إيش ما بتحتاجش إنسولين كثير إذا كنت تأخذ 100 واحدة بتصير تأخذ 50 على الأقل بتقللها وإذا غيرت كمية الأكل يعني بدل ما تاكل صحن كبير هل قد يمليان متروس ترس من أي نوع من أي أكل سواء كان صحي ولا غير صحي لما تاكل زيادة عن حدك هذا كله بتتحول لدهون وبلاء وسكر فإذا يعني قللت كمية الأكل بدل ما تاكل مثلا صحن كبير تاكل نص الكمية أو ثلاث أرباع الكمية مش بتقل حاجتك للإنسولين والأدوية بشكل عام صح ولا لا تمام 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 وحتى لما بتغير طريقة الأكل يعني معظم الناس حتى اللي بيشتري المأكلات الجاهزة أول إشي بيبدأ فيه المقبلات يعني بيأخذ البطاطا بالأول بتسلى فيها شوي شوي وبعدين بيبدأ حتى في البيوت بيبدأ بكسرة خبز صفيحة صفايح لحمة يعني خبز بزعفر هيك بهيك بتناسب تبدأ لو غيرنا طريقة الأكل وبدأنا بالخضار بعد الخضار نأخذ البروتين والدهون وبعد البروتين والدهون بالآخر نأخذ نأخذ النشا اللي إحنا مقرارين لنا نأكله راح تخف حدة حاجتك للإنسولين اللي موافقني يعطيني إشارة بالعقل والمنطق أشكركم تغيير تغيير نوعية الأكل كمية الأكل وطريقة الأكل هذا هو الحل هذا يعني أكثر بدل ما أخذ أنا خمس مرات إنسولين لا أنا بدي أخذ مرتين حاجتي عند الأكل فقط وما أقضيهاش طول النهار وأنا أوكل بعد الغداء أكل بوشار وأكل شبس وأكل بطاطا وأكل تفاح وأكل برتقال أنت مش بحاجته جسمك مش بحاجته بدك تاقل فاكهة معينة خذ الفواكه المسموحة بس ما تكثر من الفاكهة وفي محاضرة قدمناها قبل هيك عن تنزيل السكر التراكمي بدون جوع أو أدوية هذه أيضا موجودة في القناة على اليوتيوب يا ريت اللي بيحب شاهدها يشاهدها لكن بدي أقولك شغلة يعني اللي بيمشي على الحمية هاي اللي موجودة في هاي مش بس السكري هذا يصلح طبعا للنوع الأول والثاني مع الالتزام إنك إنت تراجع أو تستشير طبيبك لازم الخاصة النوع الأول هذا يصلح للأول والثاني ويصلح للسمنة وضغط الدم والكوليسترول ويصلح لكل شي بلانا ومشكلتنا إحنا من الأكل اللي بنوكله اللي ما خربت صحتنا وبدأت تخرى إلا من 100 سنة وجاي بعد كل شي ما تغير وابتعد عن كل شي قبيعي نأتي الآن للحديث عن سكر الحمل سكر الحمل هذا يحدث في أي مرحلة يعني أي وقت أي وقت من بداية الحمل ممكن يحدث وهذا يعتمد على أمور راح أذكرها إن شاء الله مش مثل ما سمعت كثير من الفيديوهات في الإنترنت بيقولك هذا لا يحدث إلا في الشهر الرابع لا يحدث إلا في الخامس في السادس في الثلث الأخير لا ممكن يحدث في أي وقت وإن شاء الله راح أقول شو السبب طبعا أخواتي هذا سكر الحمل يذهب بعد الولادة ممكن بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد شهر وهذا يعتمد على مقدار السكر اللي ارتفع أثناء الحمل فيه سؤال شو اللي بسبب سكر الحمل أو سكر الحمل شو اللي بسببه يعني أنت قبل ما تكوني حامل كنت تمام التمام وما عندك ارتفاع سكري لكن فجأة بعد الحمل ارتفع السكري شو السبب بالنسبة إلي السبب الرئيس أنه أنت حامل ولازم تتغذي سبحان الله يعني حتى بالأخص يعني لما يكون الطفل أو المولود الأول بتلاقي الكل بيهتم فيها الزوج الأخ الأخت الأب الأم وبتكثر الفواكه والحلويات والمشويات والواوا كله 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 أنت الآن حامل ولازم تتغذي وكثري من كذا وكولي عنب كثير كولي موز كثير كولي كذا كثير هذا ممتازة صحة إيش ربي أربع قواب حليب كل يوم ممتازة صحة الجنين وكل هاي الأمور اللي بتحدث وإلها عواقب وخيمة جدا أولها ارتفاع السكر أو حدود سكر الحمل ليه؟ لأنه البنكرياس كان متعود ينتج هذه الكمية من الإنسولين وإنتي ماشي تمام التمام وما بتكليش زيادة يعني أنت متعودة على أكلك هيك هيك والبنكرياس متأقلم مع طبيعة أكلك وطبيعة حياتك متأقلم تمام ما في أي شيء لكن فجأة صرت تأكل كثير وصرت كذا عشان الجنين وعشان كذا فالبنكرياس هيك بتخربط ما عنديش طاقة أنا أنت قاعدة بتأكل زيادة عن اللزوم صحيح أنه لازم تأكل زيادة شوية ماشي الحال لكن مش زيادة كثير وكل خمس دقائق كل ربع ساعة كل ساعتين بدنا نأكل الثم ما بتوقف عن الأكل ما بينفع البنكرياس بيتعب وبصير هيك يعطيكي إنسوليني زيادة وإنتي كل ما أعطاكي إنسوليني زيادة بدك توكلي زيادة وكل ما أكلت زيادة بيرتفع السكر وبدك إنسوليني زيادة وهلوم مجرة عشان هيك يا بصيب الأخت الحامل مقاومة إنسولين يا أما بيرتفع عندها السكر وزي ما قلت هذا ما بيخوف إذا استمرتي أو إذا ربطت أكلك أثناء الحمل وبعد الولادة فما تخفيش منه لأنه عادة بيروح لوحده طيب عندي سؤال كيف بتبتعد الأم والجنين عن الخطر من سكر الحمل شو أفضل طريقة إنه تبتعد الأم والطفل أو الجنين عن السكر ومخاطره شو أفضل طريقة صح صح مزبوط مزبوط كلام صحيح أول شيء بدنا نخفف السكر لازم نقلل السكر مش بس السكر لازم نقلل برضو المشروبات الغازية اللي كانت متعاودة تشرب مشروبات غازية لازم نتقلل منها وبرضو العصائر مش كل ما واحد جاب لك بكيت أو علبة عصير نقعد إن نشربها طول النهار مغذي للطفل مغذي للجنين لا ما بنفع ما بنفع فلازم نخفف منه وبرضو الدقيق ومشتقاته الخبز والمعجنات واللي بجيبونك إياها يعني أنها تبني عظام وتبني عقل وتبني وتبني الجنين فلازم نخفف منها لو سمحتوا يا أخوات النشويات بشكل عام لازم نخفف منها اشرب العسل شرب ما بنفع ما بنفع عشان الجنين برضو ما بنفع هذا كله بيجيب سكر الحمل الرز خفف منه ويريد تطبخي بس بالطريقة اللي قلنا عنها ألا وهي مثل ما بيسموها أخوانا العراقيين البزل وهي عبارة عن سلق الأرز مش طبخ الأرز سلق الأرز عشان تطلع نسبة النشا اللي موجودة فيه نبتعد عن الزيوت المهدرجة كل هذا نفس النظام اللي بنمشي عليه للسكر النوع الأول والنوع الثاني والضغط والكوليسترول وكل الأمور هاي والدهون الثلاثية نبتعد عن الأكل الجاهز قدر المستطاع ما بلزمنا لذيذ مرات أحيانا ماشي مرة بالشهر أوكي مش دايما ويكون نظام أكلنا كله أكل جاهز ما بنفع ونبتعد عن الأكل ما بين الوجبات هذه نصيحة مش بس للحامل لكل شخص عنده سكري أو بشك إنه عنده سكري أو مقاومة إنسولين وطبعا ما ناكل فاصل الأخت الحامل ما تأكل إلا الفاكهة المسموحة يعني جيبوا ليك تفاحة خلص اثنين كيلو وانت قاعدة أو كيلو أو نص كيلو ما بنفع وخطر هذا بزيد خطر السكر الحامل إذا كانت الأخت عندها سمنة إذا كانت عندها سمنة وصنها فوق الأربعين وعندها دهون ثلاثية وعندها كذا فسكر الحامل بيكون هيك أخطر على صحتها فالأفضل إنها ما تأكل إلا الفواكه المسموحة وهذا الفيديو موجود عندنا في القناة في اليوتيوب إن شاء الله بإمكانكم مشاهدته فيه عشرين نوع عشرين نوع ممتازة وما بتضرك ولا بتضرك أبدا ويا ريت يا أختي تكثري من الخضروات إلا إذا كان عندك مشاكل في الكلة لأنهم بيقول الأوكزاليت بتسبب حصوات الكلة لا ما بتسبب وإن شاء الله رحنا فيه لها موضوع آخر هذا المهم نكثر من الخضروات الخضار وخاصة الخضار والورقيات الداكنة الغامقة اللون كثري منها لأنه فيها كثير عالي من الفوليث اللي هو مهم جدا لتكويل دماغ الجنين وتكويل الجنين بشكل عام فهذا المفروض أنه يكون نظام غذائي كثري برضو من السمك البروتينات الدجاج الزيتون زيت الزيتون الثوم الأجبال بشكل عام كل من هذه الأمور اللي يعني إذا كانت بترفع السكر فبترفعه بشكل بطيء هذه نصيحتي وبإمكانك أيضا تاكل المكسرات لكن ما تكثري من الكاجو وما تكثري من الفستق الحلبي باقي المكسرات أوكي ماشي حالها ما في مشكلة لكن لا نكثر من الكاجو وما نكثر من الفستق الحلبي وموجود عندنا في اليوتيوب في القناة فيديوهات عن المكسرات أعتقد فيها أربع أو خمس فيديوهات بإمكانكم مشاهدتها ويا أختي إذا تقدر تتمشي لأن المشي ممتاز جدا للحامل اللي دمها زي العسل أو حتى لأي إنسان دمه زي العسل إخواني وأخواتي معظم مشاكلنا الصحية إذا ما كانت كلها هي من الأكل يعني إذا بنعدل أكلنا تنحل مشاكلنا أو معظم مشاكلنا الصحية ولإخواني وأخواتي المدمنين على الأكل ولا يتحدث سكري عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحديث سكري متى ستبدأ بترك كل هذه المأكلات اللي بتجيب لك الضرر ما بتنفع هي شكل كأنها طعام لكنها مش طعام هذه ضرر ويا حب ذا إذا بتمارس الرياضة في الجيم إذا استطعت أو رياضة الجري وعلى أقل تقدير المشي أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري سكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسم ونحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب ولكن نغير حياة الناس للأفضل طبعا وممكن في بعض الأحيان إنه ننقذ الأرواح فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الأدوية أو حتى تتخلص منها نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وتشاهد أكبر عدد ممكن من الفيديوهات لسبب وجيه وهو أنه في شيء أهم من اللي راح تستفيده من أي فيديو الأهم أنه شو راح يفوتك إذا ما بتشاهد هذه القناة سوف تعلمك علم الطعام وهو ما يوجد في الأطعمة من ساعة ما تطلع من الأرض إلى أن تصل إلى فمنا ويعلمك علم التغذية ألا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام أو ما الذي يحصل لهذا الطعام بعد أن يدخل إلى جسمك إلى أن يصل إلى الخلية وستعلمك أيضا كيف تصبح طبيب نفسك بمعنى أن لا تزور طبيب وكلها نصائح من تجربة الشخصية ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحية وتخفيف وزني 27 كيلو في ثلاثة أشهر ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق ألا وهو جيسون فانغ الدكتور جيسون فانغ من كندا صيني يعيش في كندا ومن أشهر كتبه The Cancer Code The Mates Code وأوبسيتي Code والدكتور جون يدكن من بريطانيا وهذا كتابه Pure White and Deadly هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16 ألف بحث طبي وعلمي والبروفيسور دكتور روبرت لستيغ من أمريكا أخصاء الغدد الصماء وأستاذ طب الأطفال ومن رأيي وبرأيي الشخصي هذا الكتاب متابوليكل هو بالنسبة لي من أهم كتب الطب اللي يجب الإطلاع عليها من جميع الناس وإن شاء الله رح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناة وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع أنحاء العالم حدفهم واحد ألا وهو تغيير ما فعل هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيع وأهلك البشرية وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة